اشتركوا في القناة واستغلال منجم غارج بيلات الذي تراهن عليه السلطات العمومية من اجل احداث تحول صناعي حقيقي يرافقه كبنية تحتية ضرورية مشروع انجاز الخط المنجمي الغربي تندوف بشار غارج بيلات والذي يعد اضخم مشروع لاستكة الحديدية في تاريخ الجزائر ويحظى بعناية خاصة ومتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية على مسافة 950 كم يمتد الخط المنجمي الغربي ليربط منجم غارج بيلات بوحدات معالجة وتحويل خام الحديد في تندوف وبشار ليتم بعدها نقل الاحتياجات الضرورية عبر خط بشار وهران ومنه باتجاه المناطق الصناعية والمصانع المرتبطة بشبكة الوطنية لاستكاة الحديدية بالاضافة الى ذلك يوفر هذا الخط خدمات نقل المسافرين والبضائع من تندوف وبشار نحو المدن الشمالية تم تقسيم الخط الى مقاطع واسناده الى ثلاث تجمعات للشركات بالمقطع الاول البلغ طوله 200 كم والممتد من مدينة بشار الى اقصى جنوب بلدية حماجير تشترك في بنائه شركات كوسيدار للاشغال العمومية بعد اكثر من عام كامل عن انطلاق الاشغال تشهد وديرة الانجاز تقدما معتبرا وتسرعا كبيرا فعلى الرغم من الطبيعة الصخرية الصلبة التي تتطلب غالبا استخدام المتفجرات والعتاد المخصص للحفر في الصخور استطعت المؤسسات المكلفة حفر اكثر من مليون ونصف مليون متر مكعب من اصل قرابة الاربعة ملايين مقررة وفيما وصلت اشغال الردم الى اكثر من ثماني ملايين متر مكعب من مجموعة اثنى عشر مليون متر مكعب تم وضع قرابة الاربعمائة الف متر مكعب من الطبقات المختلفة الخاصة بالمنصة السفلية للمصار اشغال بناء المنشآت الفنية هي الاخرى تجرب نمط عالي جدا حيث يتواصل تشييد اثنين وعشرين وحدة من جسور السكة الحديدية والطرق من اصل تسعة وثلاثين وحدة مقررة فيما انتهت شركة الانجاز من بناء مائتين وواحد وخمسين منشآة هيدروليكية لتصريف المياه عن المصار بينما انتهت مؤخرا اشغال اساسات مخطة العباد فيما يتعلق بالمنصة الخرصانية والمعدنية بشرت مؤسسات الانجاز صناعة العوارض الخرصانية بموقع المشروع فيما تتواصل عملية توريد الاحتياجات اللازمة من قضبان السكة الحديدية بالمقطع الثاني تشترك مؤسسة كوستدار للاشغال العمومية والشركات سياخ سيسي الصينية في انجاز خمسمائة وخمسة وسبعين كيلومتر من البنية التحتية للسكة الحديدية بجزء اول يربط حمجير باملع سل مسافة أربعمائة والأربعين كيلومتر وجزء الثاني يصل تندوف بغارج بلاد مسافة المئة والخمسة وثلاثين كيلومتر اذ يعرف هذا المقطع بجزئيها تقدما ملحوظا هو الآخر فعلى الرغم أن غالبية المصار يقع ضمن التدريس الصخرية معقدة يتطلب التعامل معها استخدام يزيد عن الأربعة ألاف طن من المتفجرات والعتاد التقيل فقد قارنت أشغال الحفل مليون متر مكعب أشغل الردم أيضا تقارب الثمانية ملايين متر مكعب تم إمجازه من أصل واحد وثلاثين مليون متر مكعب مقررة وعلى صعيد الهندسة المدنية تسر حاليا بوتيرة سريعة جدا أشغال بناء جسرين كبيرين لاستكاة الحديدية بالإضافة إلى ثلاثة ممرات للطرق وعديد المنشآت الهيدروليكية فيما يتعلق بالمنصة الخرصانية والمعدنية بدأت وحدة تصنيع العوارض الخرصانية التي تم تركيبها بالموقع إنتاج الاحتياجات اللازمة فيما تجري حاليا عملية توريد قطبان السكة الحديدية أشغال المقطع الثالث الممتدى على مستفاة المائة والخمسة وسبعين كيلومتر بين تندوف أمنع سل الذي تتشارك في إنجازه شركات تعرف هي الأخرى تقدماً معتبراً فمن أصل مليون وستمائة متر مكعب من أشغال الحفر تمكنت شركات الإنجاز من تنفيذ أكثر من مليون ومائة متر مكعب بالموازات مع ذلك تجاوزت أشغال الرد مع تابتة السبعة ملايين متر مكعب من أصل تسعة ملايين مقر بخصوص المنصة الخرصانية والمعدنية وعلى مستوى هذا المقطع أيضاً يجري تصنيع العوارض الخرصانية عبر وحدتين تم تركبهما بالموقع بينما تتواصل عملية توريد الكمية اللازمة من قدبان السكة الحديدية بوديرة سريعة جداً ورزنامة دقيقة يجري إنجاز أضخم الشوع للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر تدسيداً لأحد أهم التزامات السيد رئيس الجمهورية في إرساء سكة حديدية عصرية ومتطورة دعماً للتنقل وتعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر